السؤال الثاني بيقول لو سمحت يا فضيلة الشيخ أنا كنت عايشة مع أهل زوجي بكل إخلاص وقدمت أفضل ما عندي مع سيلفي وسلفتي ولكن حصلت مشاكل وسيلفي سبني بالسوق وغلت فيا بعد تحريض زوجته له بقى كل واحد في عشته يعني خلاص اتصروا عن بعض ولكن حماتي تريد أن نتصالح تصدع ما بينها وبين سلفة وسلفتها وأنا لا أستطيع أن أصفي أصفى من ناحيتهم مع العلم أن سيلفي ما زال يرمي الشتائم علي وهو من خاصة ما زوجي بدون سبب هي بتسأل وكأنها بتقول أنا والله لو أن أنا في حد مش عايز أتعامل معاه أنا واجب علي أن أنا أتعامل معاه لا مش واجب لكن أوي السؤال بعد كده هل ده يكون مفيد ليكي في حسن أشرتك لزوجك ولا لا خلاص انت سألتيني وكاينك بتسألين هل أنا واجب علي أن أنا أستجيب لحماتي وأتعامل مع الشخص لا احنا مش مأمورين أن احنا لازم نتعامل مع كل الناس غاية المراد من رب العباد أن احنا إذا التقينا السلام عليكم عليكم والسلام مش لازم أن الناس يعني ليس واجبا على حد أن هو يزور حد مش واجب علي خالص يبقى إيه اللي حاصل أنا لو ما عملتش ده مش هكون قاسمة مش هكون قاسمة ليه ليس هناك شيء يأمرني بأن أنا لازم أعمل ده مع سيلفي لكن إيه اللي حاصل إيه اللي حاصل إن إحنا عندنا حاجة اسمع عن عشرة بالمعروف العشرة بالمعروف مع مين مع الزوج ومع أهله وأنا دايما بقول للناس إن أقرب طريق لقلب جوزك أهله فأنت لو عملت ده صحيح أنت مش هتبقى مش هتبقى آثمة بس أنت مش بتعملي حق الأفضل مش بتعملي الأحسن مش هتعملي الحاجة اللي تخلي جوزك مرتاح وانت مرتاح الأمر التاني إن الكلام بتاع حضرتك دايما لازم نتكلم على إن إحنا حياتنا مش بتتبني بالحلال بس لكن حياتنا كمان بتتبني بالتسكية مش كل حاجة أنا أعملها بس أنا أعقف عنده هو ده حرام ولا مش حرام لا مش حرام خلاص بس إحنا عندنا أمر تاني ونفس وما سوا وفعلها مأفجورة وتقوية قد أفلح من زكاه يبقى إيه اللي حاصل يبقى أنت محتاجة تزكي نفسك أنت بتقول إن نفسك عصية عليك إيه اللي حاصل أنت نفسك عصية عليك فأنت محتاجة تقترب من الله سبحانه وتعالى وتزكي نفسك فلو زكيتي نفسك ده يعود بالخير عليك وعلى أهل بيتك لأن أنت لو زكيتي نفسك الله سبحانه وتعالى ينشر بركة في بيتك ويخليك كمان مطمئنة ويخليك ساكنة والتزكية دي من الإحسان ونزاك هو سيدنا جبريل لما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك ترى فإن لم تكن ترى فهو يراك فالعلماء قالوا أن دوت كان إشارة إلى التزكية وأخذوا منه أن من مقصد وجودنا في هذه الحياة التزكية فإحنا مش مطالب بس أن احنا نفضل على أحوالنا دي احنا لازم نرتقي يرفع الله والذين أمانوا منكم والذين أؤتوا العلم درجات يبقى احنا مطالبين أن احنا نرتقي فكونك أن أنت مش قادرة دلوقتي ما تسبيش نفسك ده أنت حاولي تتمراني وخاصة أننا النهاردة كنا نتكلم عن كزم الغيظ فلزلك إيه اللي حاصل حاولي تترابي وتجرابي وتحاولي تريضي نفسك ولما تعمل الكلام ده هتحسي أن أنت بتخرجي من أسر لنفسك اللي بتؤمرك بالانتقام وبتؤمرك أن أنت ما تكتزميش الغيظ وبتؤمرك أن أنت ما تعفوش وبعدين أنت بتقولي أن هو يسبك تمر مصطح سب السيدة عائشة علي السلام وإيه اللي حاصل بعد كده للأسف إيه اللي حاصل خاط فيما خاض فيه الناس وسيدنا وبكر منع عنه العطية اللي كان بيعطعها له بنته وبعدين في الأخ خالص ربنا قال له إيه ألا تحبون أن يخفر الله لكم فإيه اللي حاصل فقال أحب ورح مرجع وسلط المصطح فلذلك إيه اللي حاصل لو أنت بتسأليني لا أنا أرضالك ما رضيه لك رسول الله صلى الله عليه وسلم وما رضيه لك الشرع الشريف أن أنت تعمل إيه توسع صدرك وخلاص كلام وانتهت والكلام لن يقدم ولن يؤخر لكن إيه اللي حاصل لقتك بزوجتك محتاج أدعم فتوكلي على الله صلى الله عليه وسلم وعملي وحاولي تتجاوزي ده شيئا فشيء والأيام إن شاء الله ربنا يجعل فيها عونة ليكي عشان أنت تتخلصي من ده لكن سألتين إن لو عملت كده أثمة لا بس أنا نصحتي ليكي اتوكلي على الله سبحانه وتعالى وحاولي تزكي نفسك وتشيل من قلبك هذا الحقد والغل لأن الله سبحانه وتعالى لما تكلم على أهل الجنة قال ونزعنا ما في صدورهم من غل فخليك أنت ربنا سبحانه وتفتحي قلبك لله سبحانه وتعالى عشان ينزع ما في صدرك من غل إن شاء الله ويجعلك في سعادة وفهنة إن شاء الله